فكرة ايه؟ أنا عايزة أفصل أرجوك ما تفصلش لأن الفصل في بعض الأحيان بيوصل ليه للانفصال فتنفصل عن أولادك وتنفصل عن الحياة وتنفصل عن البيت فأنت مش بتفصل، أنت بتنفصل أنت أقول أنا عايزة ارتاح فالراحة مش عدم العمل لكن الراحة يا سيدي هو العمل السعيد وعشان كده ممكن ينعزل برة البيت كمان يغضل يوم كله برة حتى بعد الشغل ويجي عنهم بس وده بيبقى البيت عنده بالنسبة له هو فندق بيبيت فيه يبقى عندي بيت وبات برة فبيجي بيبيت في البيت لكن هو إلا حاصل لو طال يقعد برة هيقعد برة طول الوقت ليه مش عايز دوشة ومش عايز جد فالعزلة دي بتوصل للأولاد أنا دايما نقول كده إن العزلة من أعدى الأمرات الاجتماعية العزلة معادية جدا والعزلة تصنع ما يسمى بالكآبة الاجتماعية فالعزلة لما تزيد وتكون أسلوب حياة بتخلي المناعة الأسرية ضعيفة جدا وأي يعني أي خلاف بيولع البيت أي نقاش يحرق الغيط والأسر بتتعرض وخاصة الأولاد المجموعة من السموم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن التقارب عافية إن التقارب صمود إن التقارب عمود من أعمدة البيوت ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قادم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شافوا حضرة النبي حضرة الحسن وحسين الحسن على إيه على فخذي ويقبلهما فقالوا أتقبلون صبيانكم أنتم بتقبلوا الأولاد فرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قالوا لكن والله ما نقبل أولادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوَأَمْلِكُوا أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ حضرة النبي علمنا إن التقارب من أولاده الحنية إيه اللي حاصل أنا دايما أقول كده الحنية أحد أهم الواجبات الزوجية والقرب القرب مهمة مهمة لإيه مهمة من يؤمن بأن بأن الزواجة وأن الأسرة نعمة اللي مؤمن بأن الزواج والأسرة نعمة مهمته الأساسية القرب لازم أبقى قريب وليس معنا قريب أن أنا أبقى خنيء لكن أنا لازم أبقى قريب من أولادي لأن القرب من أولادي ساعة ما بيجالهم بيجالهم الشر بيلقوني وأنا قريب منهم إيه اللي حاصل بيحسوا ان هم في حصن تخيل حتى لو ما عملتش حاجة فما تبعدوش اولادكم عنكم وما تخلوش اولادكم ينزووا ويبعدوا عنكم مش معنى كده ان انت تكبسوا على نفسهم فكروا فكروا لان في الحقيقة انا بقول لحضراتكم خمس حاجات مصايب عندين احنا معتبرين ان احنا نقدر نعملها بالفترة وده مش حقيقي ده مش حقيقي حاضر النابي قال من استطاع منكم والباقة فليتزوج ده اول مدخل على الجواز فاول حاجة الجواز لا يكون بالفترة الجواز يكون بالتأهيل طب اذا كان الجواز بيكون بالتأهيل طب والابوة بالتأهيل برضو طب والامومة بالتأهيل برضو طب والشغل بالتأهيل العبودية كمان بالتأهيل احنا كل الخمسة يقولوا بناعتبرهم ان احنا ممكن نعملهم من غير تأهيل فالاب دخل على الابوة من غير تأهيل الاهلة هيقولوا يا مولانا ما طول الوقت قلقانين على قفلين على نفسهم الباب وإحنا قلقانين عليهم أنهم يكونوا بعملوا حاجة وهم قاعدين مع التليفونات مش بيقعدوا يتكلموا معنا إحنا قلقانين عليهم صحيح بس لما مندخل عليهم أو نتكلم معهم بيبقوا مش عايزين يسمعونا ومش عايزين يتكلموا معنا أيوة أنت متأهلتش إزاي تقدر تدخل في علامه وتقدر تدخله في علامك بس هم في الحقيقة محتاجين يسمعوكم على فكرة بس يسمعوا إيه يسمعوكم بس يكون أول سماعة بيسمعو منكم اللوم والانتقاد والشكوى هيسمعوكم ليه أنت مش حال أشعرك ليه أنت بتتكلم كده ليه أنت كل ما تتكلم تقول كلام كده إيه لغة الشوارع اللي أنت بتتكلم بيها دي فيسمعوكم بس لما نتكلم بالراحة بشويش لما ناخدهم على قلوبنا مش لما ناخدهم على الخفنة طول ما احنا بناخد كلام أولادنا على خفنة طول ما احنا مش هنقدر نتكلم معاه لكن لما ناخد كلامهم على قلوبنا ونحس إن احنا عايزين نكلمهم بقلوبنا هم هيحسوا إن هم محتاجين لنا هم محتاجين لكم زي ما انتم محتاجين لهم على فكر محتاجين لنظرتكم اللي فيها أنا فخور بيك أنا فخور إن أنا عندي ابن زيك أنا سعيد إن أنا عندي بنتي زيك في هذا الجمال في الخلق وفي الجمال هم محتاجين لطبطة عشان يقووا منعتهم وخليهم ينطقوا بأحسن الكلام شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه مع السيدة مع حضرت النبي يقدم لنا نموذجين نموذج لتربية الأولاد ونموذج لتربية البنات طيب الأولاد توفوا هنشوف حضرت النبي رب أولاده إزاي السيدة فاطمة بنته كانت لما تيجي رسول الله سلم عندما يستقبلها يقبلها بين عينيها يا الله على الجمال والحلاوة ولما تيجي تقضي ورح فرش لها بردته وكان النبي يقول لها ما تعوديش غير على ما لاسق جسدي يا بضعطي كده تخيل كده وهي أعدف وسط الصحابة والناس شايفنا إيه ده أم أبيها ستنا فاطمة البتولي الزهراء ويمسك سيدنا الحسن وسيدنا حسن حاجة كده تسر العين يقول إن ابني هذا سيد